دعا رئيس تحالف كحولفان المكلف بتشكيل الحكومة بني جانس إلى تشكيل حكومة واسعة وذلك بعد تكليفه من الرئيس الإسرائيلي رؤو فين ريبلين بمهمة تشكيل الحكومة عقب حصوله على توصية 61 أضوى كنيست وقال ريبلين أثناء تسليم جانس كتاب التكليف إن القانون يمنح جانس 28 يوما وأشار إلى أن الظروف الحالية في ظل حالة طوارئ تتطلب إقامة حكومة في إسرائيل وأشار جانس بعد تلقيه كتاب التفويض إلى أن هذه الأيام بحاجة إلى قيادة تضع الاعتبارات الشخصية مؤكدا على أنه سيعمل كل ما في وسعه لتشكيل حكومة موسعة في غضون أيام قليلة هذا وبادر جانس إلى الاتصال برئيس تحالف يمينة نفتل بنت ورئيس حزب يهودة هاتورا يعقوب لتسيمان ودعاهما لجدسة مشاورات لتشكيل حكومة واسعة لكنهما رفضا تلبية دعوة جانس في المقابل اشترط بنت على جانس أن يتنصل كحول لفان من دعم القائمة المشتركة بعد تسلم رئيس تحالف كحول لفان بن جانس مهمة تشكيل الحكومة من الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريبلين انطلقت الجلسة الافتتاحية للكنيسة الثالثة والعشرين بخطاب ريبلين أكد فيها أن الجمهور الإسرائيلي قلق ومنهك من الأزمة السياسية التي تاصف بالبلاد هذا وحضر مائة وعشرون عضو كناسة الجلسة الافتتاحية التي أقيمت دون حضور إعلامي وجمهوري كما ودخل النواب ضمن أربعين مجموعة بشكل منفصل ومتتال التزاما بتعليمات الصحة الإسرائيلية التي تنص على منع تجمهر أكثر من عشرة أشخاص هذا وعلن حزب إسرائيل بيتينو أنه قدم للكناسة مشروع قانون ينص على تغيير رئيس حكومة انتقالية وتعيين وزير آخر مكانه على أن يتم تصويت عليه بشكل سري لاحقا علنت وزارة الصحة الإسرائيلية عن ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في البلاد فيما أعلن عن إصابة دبلوماسي إسرائيلي بسفارة تل أبيب في مدريد ونفت الوزارة ارتفاع الإصابات بالفيروس إلى 344 حالة مشيرة إلى أن نشر هذه المعطيات جاء عن طريق القطأ كما أعلنت وزارة الصحة عن إصابة 21 من الطواقم الطبية بالبلاد بالفيروس وذلك خلال علاجهم لحالات يشتبه بإصابتها بفيروس كورونا هذا وتتباين مواقف الوزارات الحكومية بشأن طلب وزارة الصحة بفرض إغلاق شامل على البلاد لمدة أسبوعين وذلك كإجراء وقائي لمنع تفشي الفيروس على وقع المعزوفات الموسيقية افتتحت الكنيست الثالثة والعشرون أبوابها باحتفال رسمي بمشاركة الرئيس الإسرائيلي رئوفين ريفلين وبفعل فيروس كورونا تم اختصار الكثير من المراسيم الرسمية المعتادة في مقام نواب الكنيست المنتخبون حديثا بأداء القسم من خلال أربعين فوجا التزاما بمنع تجمهري أكثر من عشرة أشخاص تنطلق أعمال الكنيست الثالثة والعشرين وسيناريوهات تشكيل الحكومة تكاد لا تحصى كانت اتصالات مع حزب أزرق أبيض كانت هناك بعض المطالب التي تم الموافق عليها في موضوع قانون كامينتس للتنظيم البناء في موضوع العنف والجريمة ميزانيات خطة اقتصادية جديدة وأيضا في الجانب السياسي نحن نريد عمليا أن نستمر في المفاوضات مع حزب أزرق أبيض من أجل التوصل إلى تفاهمات إذا كانت هناك تفاهمات واتفاقات في موضوع القضايا المدنية الحياتية الاجتماعية وأيضا القضايا السياسية العامة القائمة المشتركة وهي الكتلة الثالثة من حيث القوة داخل الكنيست حسمت أمر التكليف لتشكيل الحكومة لصالح زعيم تحالف كحول لبان بني جانت والهدف كما أعلن ممثلون المشتركة الإطاحة ببنيامين نتنياهو نحن لن نكون داعمين لأي حكومة بيكون فاعل فيها بنيامين نتنياهو نحن هدفنا الأساسي كان إنهاء ملف نتنياهو تماما فأي حكومة مثل حكومة الطوارئ حكومة وحدة وطنية أو حكومة بده يترأسها نتنياهو هذا الموضوع خط أحمر واضح كخول لبان بعرفه في الأمور الأخرى عزيزتي إحنا لعند التوصية كنا متفقين في ملف تشكيل الحكومة هاي عملية مفاوضات مختلفة تماما إحنا مش جايين هون نحافظ على مصالح ناس غير مجتمعنا إحنا بدنا نقدم مصالح مجتمعنا في عندنا رؤية للمجتمع بشكل عام والأقلية الفلسطينية بالداخل بشكل خاص لم تنس القائمة المشتركة وضع أهداف المواطن العربي نصب أعينها يغيب الحديث عن السلام في محادثات الحكومة الجديدة وهو ما يدل على عمك الأزمة السياسية التي تعاني منها الأحزاب الإسرائيلية والتي تصارع على بقائها في الحكم إجراءات احترازية تتخذها المجالس والبلديات العربية بهدف الحد من انتشار فيروس كورونا وحماية المواطنين والعاملين في المؤسسات المحلية وذلك التزاما بتعليمات وزارة الصحة الإسرائيلية نحن قمنا طاكم نشتغل على مدار الساعة وكل يوم عنا تقييم الوضع تعليمات اتصلنا اقترد من وزارة الصحة ووزارة الداخلية ومن المركز الحكم المحلي ونحن نمشي حسب المعلومات وكل يوم تكريبا نحن عنا يوميا نطلع عنا بيان بتعليمات جديدة مع الارتفاع اليومي في عدد المصابين بالفيروس ومن يفرض عليه الحجر المنزلي ما رفع صقف الانصياع للتعليمات الاحترازية التي أصدرها رئيس الحكومة الإسرائيلية بن يمين نتنياهو على رأسها عدم تواجد أكثر من عشرة أشخاص بالمكان واحد الأمر الذي دفع المجالس والبلديات العربية لتسريح العاملين وتعليق غالبية أقسامها من جهة رسالتنا كانت أن لا يكون هناك حالة من الهلع والهستيريا لدى المواطنين ومن جهة ثانية أن لا يكون وضع لا مبالاة وعدم الاكتراث وعدم الاهتمام تم وضع وسائل الوقاية من هذا المرض وخلال هاليومين ستقوم سيارات في شوارع كفر كانت تجوب شوارع كفر كانت لتعقيم أيضا الشوارع والأحياء نحن كسائر المواطنين في البلاد نحن دائما مستعدين وجهزين لأي إشارة أو أي إرشاد من قبل أي وزارة من تنصيب فرق طوارئ للتعاطي مع التعليمات العامة كما حالات الحجر والإصابة حتى وقف استقبال الجماهير كما تعقيم الشوارع والمحلات التي يتوجب تعقيمها مهمة تتولاها البلديات والمجالس وتجند طواقم للمساهمة بالحد من انتشار الفيروس وتفشيه جهود حثيثة تبذل لمحاربة وباء كورونا المستجد ومع تسجيل إصابات عدة في صفوف العاملين في جهاز الصحة عدى عن مئات حالات الحجر الصحي تستعد المشافي في البلاد إلى السيناريو الأسوأ باستقبال أكبر عدد من الإصابات وذلك من خلال تخصيص غرف عازلة للمرضى والبدء بإجراء فحوصات شاملة لأشخاص ضمن دائرة المعرضين للإصابة بالفيروس طبعا زي ما انتم شايفين أنه عدد المصابين عم بزيد نحن نحاول قد ما نقدر نبعد كل مرضى الكورونا ونحطه في عزل معين عشان هيك في استعدادات المستشفى الإنجليزي ورانا فيه هون خيمة العزل اللي هي خيمة الطوارئ تبع الأشخاص اللي عندهم اشتباه للإصابة في مرض الكورونا بيجوا دغري لهون حتى يتم فحصهم في منعزل عن باقي مبنى المستشفى وطبعا بعد ما يتم التأكد من وجود الفحص عندهم إذا كان إيجابي أو لا الفحص المختبر للكورونا بيتم التواصل مع وزارة الصحة حتى يتم عزل في محل من الأقسام الموجودة اليوم المحضرة خصيصا لاستقبال مرضى الكورونا فحوصات شاملة لمئات الأشخاص يوميا تأتي كخطوة احترازية للوصول إلى معظم المصابين بالفيروس والحد من انتشاره بين المواطنين خطوة بالاتجاه الصحيح إلا أنها جاءت متأخرة بحسب بعض الأطباء كان فيه مكانية نأخذ الفحصات بكميات كبيرة ونعرف أنه منطقة حيفا شفا عمر الناصري فيه هيك ممكن تحصل مرضى وتخلين على جانب ساعتها أنت تسمح بحياة لما أنت بتعرف بين عندك حامل المرض أو مريض ومنش مريض ما بتحط كل الدول طبعا مثل كوريا إلا بألمانيا كمان بألمانيا يعني اليوم بروح واحد بنوازل بوح بفوت على محل باخدول العين بتصلوا في واحد البيت وبتكمل حياتك مش بتسكر حياة دولك كاملة بتخط المحبس واحد واستعدادات على قدم وصاق وإجراءات مشددة يتم تحديثها يوميا في ظل ارتفاع عدد المصابين بالوباء ما يطرح سؤالا جوهريا حول مدى جهوزية واستعداد القطاع الصحي في البلاد الذي يعاني أصلا من نقص بالأسرة والأجهزة الطبية وشح بالميزانيات لاستقبال المئات أو لربما آلاف الحالات خلال الأيام والأسبيع القادمة في ظل استمرار تجديد الإجراءات الاحترازية لتفادي انتشار وباء الكورونا لحظت هافت المواطنين على شراء المواد الغدائية ومواد التنظيف في المتاجر المختلفة بمدينة رهاط طبعا بالنسبة لليوم أنا بالنسبة لليوم عادي لأن المشتريات اللي بنقوم فيها كل شهر تقريبا يعني المون الأسسية في الدار خلصت فلذلك جينا اليوم عشان نسوي مشتريات بطبيعة الحال وسبب آخر طبعا بالنسبة لكل ما يتعلق في فيروس الكورونا طبعا السمعات بتقول إن ممكن الدولة خلال سبوعين إن يكون في تسكير أو حصار على المدن لذلك احنا اليوم جينا عساس أن نشتري كل الأشياء اللازمة لها وبما في ذلك طبعا الطلاب المدارس اليوم قاعدين في الدار حوالي شهر ونصف فما يخذين بالحسبان أن يكون في حصار على المدن لذلك احنا بنهض كل احتياطيات اللازمة في عندنا يعني أشياء كثيفة زبائن كثيفة بتيجي اللي هم الله أعلم سمعوا بالمرض هاض وودهم يستغلوا يأخذوا حاجات اللي يقدروا يحطوها يخزنوها في البيت يخزنوها يعني اللي تقدر تكفلها أسبوع عشر تيام اللي ما يخص عنهم شي طحين زيت علب كل يعني كل الأشياء ناشفة يعني اللي تقدر تقعد يسبوع عشر تيام اللي ما يصير فيها والاشي ولا يخص على البيت يعني أشياء من ناحية أكل أو شرب أو كل الأشياء هذول تداعيات الكورونا وتأثيرها على مجريات الحياة في البلاد بدت واضحة في كافة المقاهي والمطاعم والمتاجر وكذلك بيع المواد الغدائية ومواد التنظيف بالنسبة لأيامها هي أيام غير طبيعية إقبال كبير من الزباين بالأخص على المواد التنظيف وعلى المعاكمات كما تعرفوا بالنسبة للمرض أو الجرثومة اللي بيحكوا عنها هي الكورونا أنا بشوف ما بلزم كل الضغط بفكر أنه الناس لازم شوية ما يتخوفوا كثير في حرك تجارية نشطة جدا في مدينة راة تشهد في الأسبوع الأخيرة بعد انتشار مرض الكورونا ونالك تخوف لدى السكان والمواطنين والأهالي وبالتالي يقومون بإشتراع مواد تنمونية من أشياء أساسية خوفا من أي خطوات من تجاه الدولة بعد إغلاق جميع المدارس والرضات في المنطقة العربية وأغلاق المؤسسات الحكومية نشوف الناس اليوم في حركة نشيطة جدا ازدحام كثير جدا اتجاه على مشتريات مجففة أكثر وألبان لاجتياز هذه المرحلة أصحاب المحال التجارية يؤكدون أنه لا يوجد أي حاجة للقلق بكل ما يتعلق بالمواد الغذائية ومواد التعقيم على اختلافها ويطالبون من التجار أن لا يستغلوا الأوضاع الراهنة لرفع الأسعار هدمت جرافات السلطات الإسرائيلية وتحت حراسة مشددة لقوات من الشرطة ثلاثة منازل لمواطنين عرب في قرية كفرقاسم بحجة البناء دون ترخيص واقتحمت الشرطة الإسرائيلية على القرية وحصرت ثلاثة منازل قيد الإنشاء لعائلة ومنعت السكان من التوافد إلى المنطقة فيما شرعت الجرافات بهدم المنازل ووجه السكان انتقادات شديدة اللهجة إلى الحكومة الإسرائيلية التي تتذرع في حالة الطوارئ لمنع تفشي فيروس كورونا وفي المقابل تستغل هذه الأوضاع للتصعيد ضد العرب عبر هدم منازلهم وتشريدهم أعلن مركز أعدالها الحقوقي عن صياغة رسالة وقع عليها أربعمائة وخمسة وسبعون محاميا ومحامية أعضاء في نقابة المحامين الإسرائيلية أرسلوها إلى رئيس النقابة آفي حميمي وطلبوه بإيقاف تدخلها بالمحاكمات الجنائية الدولية حول فلسطين وطلب المحامون النقابة بالتراجع عن طلبها تقديم رأي قانوني كصديق لمحكمة الجنائية الدولية حول مسألة الوضع القضائي في الأراضي الفلسطينية والولاية القانونية للمحكمة للتدول في أحداث قد تشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ارتكبتها إسرائيل وحاول رئيس النقابة تبرير اقتراحه بشكل عام إلا أن العديد من أعضاء المجلس القطري للنقابة اعترضوا على هذا المقترح بشدة مؤكدين على أن نقابة المحامين لا يجب أن تكون طرفا في القضايا التي تثير جدلا سياسيا وقانونيا تجاوزت الوفيات والإصابات العالمية الناجمة عن فيروس كورونا تلك الموجودة داخل الصين لأول مرة منذ بداية تفشي المرض وقد ارتفعت الإصابات في جميع أنحاء العالم إلى أكثر من 87 ألف إصابة بينما بلغت الحالات داخل الصين ما يقارب 80 ألف وذلك اعتبارا من اليوم وفقا للجنة الصينية للصحة الوطنية وانتشرت عدوى كوفيد-19 خارج الصين لتكون إيطاليا الدولة التي سجلت أكثر الإصابات ليتفشى المرض في جميع مدنها وفي أماكن أخرى في أوروبا التي وصفتها منظمة الصحة العالمية بأنها تقع في وسط الأزمة فرنسا التي سجلت 4500 حالة إصابة وأحدة وتسين حالة وفاة أما ألمانيا فتوفي 11 شخصا من الكورونا وسجلت الدولة 5700 إصابة وأكمل المرض انتشاره في دول أوروبية كثيرة كهولندا وسويسرا وبريطانيا الدولة التالية الأكثر تضررا هي إيران حيث يوجد ما يقرب 14 حالة مؤكدة و724 حالة وفاة وهناك مخاوف من أن الخدمات الصحية والاقتصاد الهاش في البلاد يعانون من أجل مواجهة تفشي المرض في الولايات المتحدة الأمريكية التي صعدت من سياسة تصديها للفيروس خلال عطلة نهاية الأسبوع مع إعلان دونالد ترامب حالة الطوارئ الوطنية قفزت الحالات إلى 3500 حالة مع تسجيل ما لا يقل عن 57 حالة وفاة وما زالت واتيرة تفشي مرض كورونا في ازدياد في الدول العربية فقد أعلنت السلطات الأردنية إجراءات صحية احترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد لكل القادمين للمملكة عبر المطارات والمعابر الحدودية وارتفع عدد الإصابات بفارس كورونا المستجد في الأردن إلى 16 حالة وفق إحصاء رسمي وتشمل الإجراءات فرض حج صحي إجباري على جميع القادمين إلى الأردن لمدة 14 يوماً في مرافق فندقية مخصصة بمنطقة البحر الميت والعاصمة عمان ويمنع استقبال القادمين عبر المطارات والمعابر الحدودية من قبل عائلاتهم أو أي شخص كان ولن يسمح بالتواجد في المطارات والمعابر الحدودية إلا للأشخاص المخولين بذلك وفقاً لوكالة الأنباء الأردنية ولمجابعة فيروس كورونا قررت غالبية الدول العربية إغلاق المدارس والجامعات ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار الفيروس الذي خلف عشرات آلاف حالات الإصابة وأكثر من ستة آلاف وفاة في نحو 160 من دول العالم الأمر الذي ينعكس سلباً على التحصيل العلمي لملايين الطلاب وأعلنت دول عربية أنها ستلجأ إلى التعليم عن بعد عبر الإنترنت أو شبكات الإذاعة والتلفزيون في حال استمر تعليق دراسة تخوفاً من انتشار الفيروس لكن الإمكانيات المتواضعة لعدد من الدول العربية لن تمكنها من ذلك قالت وزارة الخارجية الصينية إن حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد الواردة من خارج البلاد أصبحت تماثل الخطر الرئيسي وقال التلفزيون الرسمي إن بكين سجلت ست حالات إصابة جديدة واردة من الخارج حتى الساعة الثانية بعد ظهر يوم الاثنين ومن بين الحالات الجديدة أربعة أشخاص قادمين من إسبانيا واثنان من بريطانيا وقال قانغشوانغا المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية إن الفحوص الطبية وإجراءات الحج الصحي مطبقة على حد سواء على الصينيين والأجانب القادمين من الخارج ومن جانبها ذكرت اللجنة الوطنية للصحة بالصين أن أربعة عشر شخصا توفوا بفيروس كورونا يوم الأحد ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات بالمرض إلى ثلاثة آلاف ومائتين وثلاثة عشرة حالة في أنحاء البلاد ومن ناحية أخرى قالت وكالة أنباء الصين الجديدة شينخوا في مقال يوم الأحد إن بعض الساسة الأمريكيين يستخدمون فيروس كورونا كسلاح لتشويه الصين في الوقت الذي تصاعدت فيه حرب كلامية بين البلدين بشأن طريقة تصدي بكين للتفشي واتهم المقال مستشار الأمن القومي الأمريكي روبرت أوبراين ووزير الخارجية مايك بومبيو بنشر فيروس سياسي واستخدامه للتقليل من شأن الصين وكان أوبراين قال الأسبوع الماضي إن رد الصين على فيروس كورونا كان بطيئا مما كلف العالم شهرين كان يمكن أن يستعد خلالهما لانتشار المرض وهي تصريحات أغضبط الصين أما بومبيو فقال إن البيانات المنقوسة من الصين أدت إلى عرقلة الرد الأمريكي على تفشي فيروس كورونا لكن شينخوا قالت إن الإجراءات التي قامت بها بكين بما في ذلك فرض حج صحي صارم على ملايين الأشخاص منح للعالم وقتا ثمينا للاستعداد للتفشي وهو ما يقر به المجتمع الدولي كما هاجمت شينخوا الساسة الأمريكيين الذين يطلقون على الفيروس اسم فيروس وهان أو الفيروس الصيني أعلن لبنان حالة طوارئ طبية وكشف عن إجراءات صارمة تهدف إلى الحد من انتشار فيروس كورونا ومن بينها إغلاق المطار والمؤسسات العامة باستثناء الأساسية منها ودعوة المواطنين إلى العمل من المنزل وقالت وزيرة الإعلام منال عبدالصمت عقب اجتماعا للحكومة إن لبنان سيغلق بشكل مؤقت المطار وحدوده وموانيه ابتداء من يوم الأربعاء حتى التاسع والعشرين من مارس أذار في إطار حالة الطوارئ الصحية وأضافت الوزيرة أن لبنان سيغلق أيضا كل المؤسسات العامة غير الأساسية وسيطلب من معظم الشركات الخاصة تعليق عملها وأن يلزم الناس بيوتهم وعدم الخروج منها إلا للضرورة القصوى إقفال الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات واتحاداتها والمصالح المستقلة والجامعات والمدارس الرسمية والخاصة والحضانات وذلك على اختلافها ويستسنى من ذلك ما تقتديه ضرورات العمل في الوزارات والإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات واتحاداتها وفقا لآلية تصدر بموجب قرارات عن الوزراء أو عن السلطة صاحبة الصلاحية وقال لبنان الذي يواجه بالفعل أزمة مالية كبيرة إن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا بلغ 99 حالة وتوفي ثلاثة أشخاص بالمرض وحذر مسؤولنا في قطاع الصحة من أن أي انتشار أوسع للوباء يمكن أن يقود بشدة الموارد الطبية الشحيحة في البلاد بعد شهور من نقص العملة الصعبة الذي أثر سلبا على الإمدادات وفي الأسبوع الماضي أمر لبنان بإغلاق المطاعم وكثير من الأماكن العامة وأوقف رحلات الطيران مع كثير من الدول التي ينتشر فيها المرض ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر